بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا عما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس وإن هذا الإسلام ينبني على خمسة أركان على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا وهذه الأركان منها ما يلازم المسلم في كل حياته دائماً وآبداً وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهذا الركن دائماً مع المسلم في كل حياته في إقامته وأسفاره وفي يقظته ونومه وفي صحته ومرضه هو مسلم في كل حالاته لا يتخلَّى عن الشهادتين يشهد بهما ظاهرًا وباطنًا دائماً وأبداً ومن هذه الأركان ما يتكرَّر على المسلم في كل يوم خمس مرات وهو الصلاة المفروضة تتكرَّر على المسلم في اليوم والليلة خمس مرات مع الجماعة وفي المساجد كفِّروا الله بها خطاياه ويمحُو بها ذنوبة وَاقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارُ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذِهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فهذه الصلوات الخمس شبَّهَها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى من درنه يعني من وسخه شيء كذلك الصلوات إذا أقامها المسلم لا يبقى من ذنوبه الصغائر شيء يكفِّرُها الله بها ويُطهِّرُه بهذه الصلوات الخمس وذلك فضلٌ من الله سبحانه وتعالى وهي صلواتٌ لا تأخذ من وقت المسلم الشيء الكثير ولا تعوِّقه عن أعماله ومهمَّات بل تساعده عليها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين فهي تعين المسلم ولا تعوِّقه عن طلب الرزق ولا تعوِّقه عن أعماله التي يحتاج إليها لكنها تطهِّره من ذنوبه وتعينه على مهمَّاته كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ فزِع إلى الصلاة وقال يا بلال أقِم الصلاة أرِحْنَا بِها أرِحْنَا بِها ولم يقُل أرِحْنَا مِنْهَا الصلاةُ راحةُ المسلم لمن حافَضَ عَلَيْهَا وَعَرَفَ قَدْرَهَا وداوَمَ عَلَيْهَا وحافَضَ عَلَيْهَا فإنها هي هي التي تمِدُّه بالقوَّة والعون من الله سبحانه وتعالى ومنها ما يتكرَّر كل أسبوع وهو صلاةُ الجُمُّعة الصلاةُ العظيمة التي من بكر إليها واستمع وصلاها مع المسلمين كفَّر الله بها ما بينها وبين الجُمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام هذه صلاةُ الجُمعة الصلاةُ العظيمة ومنها ما يتكرَّر من هذه الأركان ما يتكرَّر على المسلم كل سنة وهو الزكاة في أموال الأغنياء وفي أموالهم حقٌّ معلوم للسائل والمحروم فيتتكرَّر على المسلم كل سنة في الأموال أما الخارج من الأرض فإنه تجب فيه الزكاة عند حصوله وآتوا حقَّه يوم حصاده فهذه الزكاة طهرةٌ للمال وطهرةٌ للمسلم ومساعدةٌ للفقير فهي تضامُنٌ إسلاميٌّ عظيم هذه الزكاة قدرٌ معلوم قدرٌ يسير قدرٌ يسير يُخرِجُها المسلم وهي تُنمِّي ماله وتُطهِّر نفسه وتُغني الفقراء والمحتاجين من المسلمين ومنها ما يتكرَّر على المسلم كل سنة وهو صيام شهر رمضان وقد أتى علينا ولله الحمد وصُمنا ونسأل الله أن يتقبَّله مننا يتكرَّر علينا كل سنة وهو عبادةٌ عظيمة وأن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ومنها ما يتكرَّر على المسلم مرةً واحدة في العمر على المستطيع وهو الحج والعمرة لأن الحج والعمرة لما كان احتاجان إلى سفر احتاجان إلى مؤونة يحتاجان إلى أمن فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما مرةً واحدةً في العمر على المستطيع الذي يستطيع السفر أمنيًا ويستطيع السفر ماليًا ويستطيع السفر صحيًا فإنه يحج مرةً واحدة في العمر وهذا هو الرُّكْنُ الخامس من أركان الإسلام فهذا الدين دينٌ عظيم وما زاد عن هذه الأركان من أعمال الخير والطاعات فهو مُكَمِّلٌ لهذه الأركان ومُتمِّمٌ لها وإلا فالإسلام شُعَبٌ كثيرة وطاعاتٌ كثيرة لكن هو يقوم على هذه الأركان الخامسة فلا يصحُّ إسلامٌ مهما عمل الإنسان من الطاعات والقُروبات لا يصحُّ إسلامُه حتى يُقيمَ هذه الأركان كما أن البناء لا يقومُ إلا على الأعمِدَة وعلى الأركان فكذلك هذا الإسلام لا يقومُ إلا على هذه الأركان ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أنهى الحج لما أنهى لما أنهى الصيام وأدَّينا الصيام دخلنا في الرُّكْن الأخير من أركان الإسلام وهو الحج قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شهر شوّال وشهر ذي القِعدة وعشرة أيام من ذي الحجة هذه الأيام أو الأشهر التي التي يُشرع الإحرام فيها بالحج وأما أركان الحج فإنها تؤدَّى في يوم عرفة وما بعده من يوم العيد وأيام التشريق ولكن الإحرام بالحج يصح وينعقد من أول يوم من شوال يصح من يوم عيد الفطر أن يُحرم بالحج ولذلك قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فنحن والحمد لله ننتقل من عبادة إلى عبادة فلما فرغنا من الصيام انتقلنا إلى أشهر الحج وهي أشهر عظيمة وأشهر مُباركة فيها خيرات كثيرة فيها عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة فيها أيام التشريق فهي أيام عظيمة تأتي بعد شهر رمضان المُبارك فنحن ننتقل من عبادة إلى عبادة ومن فضل ونعمة من الله إلى فضل ونعمة لا ينقطعان ولله الحمد ولكن المحروم من هو غافل عن هذه النعم ولا يقيم لها وزن فكل حياة المسلم وكل عمر المسلم عبادة لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفرِّط بشيء منه في الإضاعة والإهمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء خُفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يُبَيِّن الله لكم آياته لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأذكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله اتَّقوا الله تعالى بخلُّه بخلُقٍ حسنًا وإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها فعلينا أن نُتبِع الحسنات بالحسنات فنتبِع هذا الشهر بالطاعات والعبادات ولا نغفل عن ذكر الله ولا نُضيِّع فرائِض الله فإن الله سبحانه وتعالى مُطَّلِعٌ علينا في كل وقتٍ وحين لا في شهر رمضان فقط علموا أنه يُستحب أن يُتبع شهر رمضان بصيام ستة أيامٍ من شوال قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستةً من شوال فكأنما صام الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فمن صام رمضان فله أجرُ صيام عشرة أشهر ومن صام ستة أيامٍ من شوال فله أجرُ صيام شهرين والسنة إثنى عشر شهرًا فكأنه صام السنة كلها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر وهذا فضلٌ عظيم وهذه الست تُصام بعد رمضان مُباشرة بعد يوم العيد وهذا أحسن أو تُفرَّق في الشهر أو تُصام في أوله أو في وسطه أو في آخره لقوله من شوال فالمهم أن تصوم من شوال ستة أيام متقدمة أو متأخرة أو مُجتمعها أو متفرقة لتحصل على هذا الأجر العظيم ثم أعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه ثم بملائكته ثم بكم فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واردُد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوءٍ ومكروه اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا وأصلح سلطاننا وولِّ علينا خيارنا واكفنا شرَّ شرارنا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دمِّر أعداء الدين في كل مكانٍ يا رب العالمين اللهم أحصهم بددا اللهم أحصهم عددا واقتُلهم بددا ولا تُبقِ منهم أحدا إنك على كل شيء قدير عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاهِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَى